كشفت اللجنة المالية نيابية عن نسبة عجز غير مسبوقة في الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي وقال عضو اللجنة النائب حنين القدو إن مجلس الوزراء يعمل على معالجة الأزمة المالية وتخفيض نسبة العجز في الموازنة العامة بعد أن أصبح يقدر بتسعة وستين تريليون دينار وأضاف أن موازنة العام الحالي ستكون تشغيلية ونصف سنوية ومختلفة عن موازنات السنوات السابقة مشيرا إلى أن الموازنة التشغيلية ستركز على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية